ترجمة نانسي قنقر نعم وأكدت الدكتورة المضحكي أن الجامعة الوطنية وكليتها تدعم المشاركات الطلابية داخل مملكة البحرين وخارجها وتحرص على مشاركة طلبتها في مختلف المسافقات المحلية والإقليمية والعالمية كما تحرص على تطوير مهارات الطلبة وتشجيعهم على اكتساب المزيد من المهارات والمعارف إلى ذلك أشهدت الدكتورة الشيخ هيفاء بنت إبراهيم الخليفة عميدة كلية الهندسة بالمستوى المتقدم الذي أبده الطلبة في مشاركتهم وتفوقهم على فرق طلابية من أهم الجامعات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقد تأهل الفريق لنهائية بطولة بروتوبول التي ستقام في شهر أكتوبر 2022 في هيوستين تيكسس بالولايات المتحدة الأمريكية